قبل يومين قرأت تفسير سورة الحاقة وكأني أول مرة بقرأ سورة الحاقة أصلا بتوصف أول شيء يوم القيامة هي فكرة انشقاق السماء شوفوا انشقة السماء فهي يوم إذي واهية ركز على كلمة واهية أن السماء بتكون ضعيفة ومسترخية انتم متخيلين الصورة يعني كل آية بترسم في مخيلتنا صورة مش سهلة أبدا وبعدين بيجي دور الملائكة بيكونوا على حافاتها بيؤمرهم رب العالمين بينزلوا إلى الأرض وبعدين بيحملوا عرش ربك ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وبيحملوا عرش رب العالمين ثمانية من الملائكة المقربين تخيلوا تسلسل الصور هاي كلها كل إشي رح ينعرض لا تخفى منكم خافية ما في إشي رح يخفى على رب العالمين تخيلوا كل شي صغير يعني أنا غمضت عيوني هيك وتخيلت كل إشي صغير عملته بحياتي كل إشي رح ينعرض على رب العالمين كل إشي كنت مفكروا أنه بيني وبين حالي رح ينعرض على رب العالمين بيجي بعدين أصحاب اليمين يشوفوا الصورة الجميلة الآن بتبلش من أصحاب الخير وأصحاب اليمين بيكونوا مبسوطين يقرأوا كتابي إني ظننته ظننته هون معناها أيقنته إنه في حساب أنا كنت مآمنة في حساب عيشته رح تكون راضية وجنة عالية قطوفه هاداني صور جميلة جدا للجنة بنزعل بالآخر لما بيجي حساب أهل النار اللي هما رح ياخذوا الكتاب بشمالهم هنا بتيجي هيك صعقة لإلنا لما نكون مشغولين في الحياة الدنيا وبنلحق وراء المصاري وبنلحق وراء الشغل ويروح عن بالنا أنه في حساب بالآخر وأنه إحنا يا إما ناخذ الكتاب بيميننا أو ناخده بشمالنا يا ليتني لم أوتك كتابي صير يتمنى أنه ما أخذ الكتاب ولا أعرف شو حسابه ويريته مات وما عاش بعدها الآن نجعل موضوع المصاري ممكن هذا أكثر إشي الناس تشغلهم هاي الأيام الناس عم تركض وراء الفلوس ما أغنى عني ماليا كل هذا رح يروح إذا ما كان في سبيل رب العالمين ولا السلطان بعدها بتيجي صورة العذاب فخذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه ما في عنده حميم ما إلو صديق يعني ما في إلو صديق ولا أي حدا كان يحبه موجود معه الآن صورة جدا صعبة صورة بتذكرنا أنه في بالآخر حساب والحياة هاي مش رح ندوم فيها للأبد يا رب أحسن خاتمتنا واجعلنا من أصحاب اليمين يا رب